تعزيزاً لوعي المواطنيين بالمشاركة السياسية الفاعلة وتنمية قدراتهم ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء خطط والسراتيجيات التنمية القتمة علي نور الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي محاضرة في جامعة عجمان بعنوان تنمية الوعي السياسي لطلبة الجامعة إيماناً بأن شباب الإمارات هم عماد المستقبل والأمل والمحرك الرئيس للابتكار والتنمية المستدامة جاءت هذه المحاضرة التي ألقتها مع علي نور الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ليعداد مواطن أكثر مشاركة وإسهاماً في قضايا مجتمعه وأكثر فعالية في التعبير عن رأيه ومتطلباته لتحقيق الاستقرار للمجتمع وتحقيق الازدهار والتطور لأفراده الشباب هم عماد المستقبل هم المحرك الرئيسي في الابتكار وأن كيف أن يكون وعيهم جزء لا يتجزى من ولائهم من المعرفة بحقوقهم وأيضاً أن تكون مشاركتهم السياسية في التدرج السياسي للتنمية السياسية في دولة الإمارات مهم في هذا التطور للمسيرة المستدامة لدولة الإمارات المحاضرة ركزت على المشاركة السياسية كثقافة راسخة وقيم متأصلة في الموروث الثقافي لدولة الإمارات التي أولت الشباب اهتماماً من خلال تمكينهم وفتح المجال أمامهم للمشاركة في مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هذا كمان يدل على أنه الشباب مصر أنه يلعب دور إيجابي في المستقبل لازم يكون الشباب واعي لكثرة الأفكار وتعدد المصادر لازم نجهز الطلبة والشباب اللي أنه يلعب دور ممتاز وأنه يقدر يعمل فرز بين الأفكار المفيدة والأفكار الغير مفيدة تعلمنا شيء عن الناحية السياسية والثقافية يعطيها العافية وكذلك على سئلتها والجوب اللي خذتها من الطلاب كما وتضمنت المحاضرة خلال النقاش دور المجلس الوطني الاتحادي الذي يعد منصة لمناقشة القوانين الاتحادية ونافذة لنقل قضايا المواطنين واحتياجاتهم ورفع قضاياهم إلى صناع السياسات والقرارات في الدولة بما يصهم في تلبيتها تهدف محاضرة معالي الوزيرة نورا الكعبي بأهمية زيادة الوعي السياسي لدى طلبت الجامعات بما يدعم المسيرة السياسية في الدولة لأخبار الدار فدى سالم جامعة عجمان